الملعب البلدي أو السجن الأمني أو الملعب الأسود هي أسماء أطلقت للسجن الأمني الذي كان يعتبر أحد أهم سجون داعش في الرقة وهو أحد الشواهد عن ممارساته في تعذيب وتنكيل كل من يخالف أنظمته وقوانمه هون الأقبيط الملعب أو الغرف الداخلية الملعب اللي كان بيستخدمها تنظيم داعش الإرهابي كسجن لأهالي الرقة يعني ملعب كرة قدم بالوقت اللي كان لازم يكون ملعب أو ساحة ممارسة رياضة حولوا التنظيم الإرهابي إلى سجن لأهالي الرقة وعلى الرغم من الدمار الذي حل به السجن لم يبقى منه سوى الإنقاذ إلا أنه ما زال يحمل ذكريات لانتهاكات لن تمحى من أدمغة أهالي الرقة داخل السجن تحت الغرف مقسمة هناك سجن لما يسمى بالأخوة لعناصر التنظيم المرتكبين مخالفات وفق أنظمة التنظيم الإرهابي أو سجن للنساء وسجن لعامة الناس أو بينقوسين للمخالفين بالرأي للتنظيم الإرهابي العديد من السجون تتواجد تحت هذا الملعب كسجن الأخوة المخصص لكل من يخالف القوانين من عناصر التنظيم كما يوجد سجن للنساء وآخر لعامة الناس وغيرها الكثير من الأقسام